هلا أنا كل شي أنا رح أحكيه هو حقيقتي نهلا بوجاب إنسان عم بيخودوا تجربة الحياة عالكرة الأرضية ليكتشفوا حقيقتهم ويقدموها للحقيقة الكلية كيف الواحد بيكتشف حالك؟ أوف يا نيلة شو عم تفتحي لي بويت؟ انبسطت كتير إنه بلشوا الحكم يقولوا إنه السبب الرئيسي للكانسر هو سترس اليوم شو بتفكري شو بيجي على راسك؟ أنا تألمت توفخي الموت هو حالة كل شخص بتعاطف فيها بطريقة مختلفة الموضوع مش الناس الموضوع أنت كنت أكلها قبل ثلاث مرات بنهار كتير صعبة كانت ليش بتركز هالقدة على المرأة؟ شو الرجل ما في يكون ضحية يعني؟ شح يمكن خلقنا ومثل بمعلبين بس قديش اليوم نحنا قادرين نفكر بساعة الآخرين ساعة اللي نحنا يمكن مش قادرين نعطي سعادة لحالنا الإنسان بيمرق بتجارب ما في مصايب شو يعني السعادة؟ السعادة لما نكتشف إنه كلنا واحد سورفايفل التي ليا؟ يالي قاح تاني ميل شو بيحكي؟ نهلا بودجاب أول شيء أهلا فيك بالنهار ببودكاست ودنيلا في عارف عنك بعدة طرق يعني سي اي او بانك يالي اليوم يمكن في ناس ما كتير هاكي بتقول كيف في هالجرأة واحد يكون سي او بانك في عارف عنك كاتبة في عارف عنك إنسانة عندك شغف للحياة وللشانج في عارف عنك عن الامباورمنت اوف وومن وانت كمان رئيسة الاتحاد صح؟ هدف وومن امباورمنت باتحاد المصارف العربية في عدة طرق في تغير حيات الناس وبوضع الحياة بالعالم بكل هالأمور هلا كل هولي إذا أنا اليوم بطلب منك أنت تعرف عن حالك تعرفين انت عن حالك كيف تحب تعرف عن حالك؟ إنسان من 8 مليار نسمة عم بيخودوا تجربة الحياة على الكرة الأرضية ليكتشفوا حقيقتهم ويقدموها للحقيقة الكلية كيف الواحد بيكتشف حقيقته وكيف هالإنسان من هالكل هالبني قدمين بهالكرة الأرضية يلي اليوم صارت تقريباً كلنا موحدين وجامعتنا كيف الواحد بيكتشف حاله إذا اليوم بديك تقولي لقلي ولكل إنسان لقلهم للشباب اللي قاعدين بوجي كيف أنا نكتشف حالنا شوفي في مبادئ الإنسان بيكتشفها بالحياة مبادئ أساسية هلا أنا كل شي أنا رح احكيه هو حقيقتي It is my truth مش ضروري تكون حقيقة كل الناس أنا بالنسبة إلي كان في مبادئ أساسية خلتني بلش افهم أول مبدأ هو أنا عندي إيمان سو أنا بقامن بربي بقامن بأمن بأمن بقدرة كتير كبيرة هي خلقتنا لمن تآمن وهنا بدي أقول الفضل كله لولدتي هذا الشيء أمي عطتني بصراحة أن ربيت ببيت فيه هيد البعث لمن هاي البعث تكون موجودة بتفكري بطريقة تاني وبالتالي أنا حداً كتير مذكر أنه نحنا مننا أجساد يعني بتطلع أوقات حوالي فيه كتير جهد بنحط لنهتم بجسدنا وهيدا شيء كتير مهم وضروري احترام جسده الإنسان بص نحنا مننا أجساد فيه شقفي تاني نحنا كتير بنهمله يعني بنركز على المناعة الجسدية بص ما منهتم أبداً بالمناعة الفكرية إذا بدك أو الروحانية سوالما تكوني مبلشي من فيه كتير إيمان دائماً بيكون عندك يعني دائماً أنت عندك الوعي أنه أنا مني هيدا الجسد أنا فيه شيء تاني هو بيتعطى هو إله خاصة بفكره بروحانيته بعلاقته بربه هيدا العلاقة أنا كتير بدأي أهتم فيها من هول القصص يكونوا موجودين البرسبكتف طبعك بيتغير يعني كيف بتشوفي الحياة إلى علاقة كتير بكيف بتخوضي الحياة بدي أعطيكي مثل إذا أنا بشوف الحياة إنه مدرسة وأنا هدفي اتعلم لإكتشف حقيقتي وشارك غيري بها الحقيقة حتى كلنا سوا نوصل للحقيقة المطلقة هيدا البرسبكتف بخليني إتعاطى بشكل مختلف كليا عن حدا بيشوف إنه الحياة هي إنه أنا أتعلم بهيدا الجامعة اتجوز جيب أولاده وبعطه لع المدرسة وبالتالي الشخص اللي عب يطلع بهيدا البرسبكتف أي شي غلط بيصير قدامه بيعتبره فشل وأحباطه ومنروح على محل كتير صعب بينما أنا كل ما كان فيه مصاعب كل ما بيعتبرها تشعلنش كل ما بيعتبر أنه أنا درسي أكبر وأنا اللي بي أتعلمه أحسن سو نظرة كيف تنظري للحياة كتير إلى علاقة بكيف بتخضيها هذا اللي مش لليوم إنه نحنا كلنا يمكن خلقنا ومثل بمعلبين إنه لازم نخلق بنكبر حتى لهلأ الإمات بتشوفيهم إنه فيه هول الرولز إنه لأ أي عمر بيبرون أي ساعة بيوقفوا أي ساعة ما بعرف شو كل هولي بالطريقة وكل واحدة بديكون عم نشوفها صار سبق بين الإمات إنه كيف واحدة بيتكون أحسن من الثانية يعني الترند صارت حتى موضة من وقت ما يخلق الولد مثل سبق عم بيعملوه على قصص المعلبة وميفوتوا على المدرسة بيكبر هالولد مع كل هيدا سترس بتحس إنه مبلش سترس من المدرسة لكبر للجامعة لحسب أي بلد عايش فيه خصوصا بلدنا اللي هلقت فيه سترس وغير بلدان ما فينا نقول إنه ما في بلد ما عم بيعيش سترس ما عم بيش عيش أزمات بكل النواحي وبيكبر ومنبلش لازم نتجوز لازم نجع نجيب أولاد لازم نهتم بأولادنا الليلة ما بيتجوز يمكن كمان بيكون حزين ومعصب إنه مش جايب أولاد أو ما تجوز أو كيف رح يعيش واحده ومنصير عايشين بهال بتحس هيكي واحد عايش بكل هالأفكار اللي بتجي عليه ويمكن تلتر بي عن نيجاتيب ومننسى حالنا مننسى جويتنا مننسى إنه في شي ممكن يدوي ومني وجر مننسى إنه في شي ممكن يدوي ويعطي حياة تانية يعطيكي فرح يعطيكي قصص بسيطة تعطيكي هيدا الانر بيس السلامة الداخلة يلي كل واحد مننا لازم يلاقيه وبيكون عم بيأثر بالعالم كيف الواحد هالأد بدو يشتغل وإلى جانب إنه ما ننسى إنه كلنا منمر مروق بمصايب يعني أنا دايما حتى كنت عم بيحكي فيها بارح بالمكتب إنه كل واحد مننا مرق بمصايب بارق بمشاكل مرق يمكن بموا مضيع صحية صعبة أو حدا من عائلته أو بين الأمراض وبين الموت وبين يمكان يقفلسه يمكن تبرم الحياة بأي طريقة كيف الواحد إذا بدنا نبلش من البدايات يبلش يشتغل على حاله يبلش يقتنع إنه لازم يشتغل على حاله أوف يا نيلا شو عم تفتحي لي بويب رح نظم أفكاري لأنه بدي لأنه هي هي بسيطة القصة كتير بسيطة إذا من نظمة حكيتي عن شغلات كتير مهمة في معاناة فيها بالكرة الأرضية مش بس بلبنان الإنسان بيمرق بتجارب ما في مصايب هو بيعملها مصايب هي تجارب بيقدر يتعلم منها ويربح ما في مصايب مصايب هي فكرة إذا بديك الانتربريتاشن اللي نحنا تفسيرنا للأمور اللي عم نشوفها بس بدي أحكي عن شي كتير كتير مهم الإنسان بيقدر يكون عايش حالتين بس ما في ثالثة أول حالة هو إنه يكون ترجمت أنا لأعرف شو هي الكلمات يعني عم بيكافح إذا بديك وعم بيقاوم الحياة لينجا الشرح اللي حضرتك هلأ شرحتيه هو تفسير كيف الإنسان بيكون عايش in survival الحالة التانية هي بيكون عايش بحالة نمو وأنا بالنسبة إلي نحنا خلقنا لنعيش بهيد الحالة مش بالsurvival بالنمو دايم هلأ فكرة survival ربنا عاطينا إياها حتى لما نلاقي حالنا بخطر حقيقي نعرف شو بدنا نعمل يعني قاعدين هون منشوف أسد هاجم لينا هالفطرة تبع survival بتخلينا نزيح عجانب حتى ما نتأزى بس شو صار بالناس الناس مانا واعي لشي كتير مهم اللي هو الوعي واللاوعي طبعا وهيدا الشي اللي لازم الناس كلها تعرفوا خاصة السيدات اللي عم بيربوا ولاد لأنه هني بيقدروا يخلصوا العالم لمن أنت تكوني عم تسمحي للأفكار تفوت هيكي على راسك وتبرمجك أنت صرت بروغرام عم بيدور وعم بيمشي يعني كيف الطابة الموجودة بالبحر موجة بتاخدك وموجة بتجيبك فقدت كليا إرادتك إذا بدك الناس بدوا يكونوا بدوا يكونوا بيعرفوا أنه أمتى أنا عم بيحكي من واعي وأمتى عم بيحكي من لوعي وأنا أكيدة أنه كل العالم اللي عم بتشوفنا بيمرق معيك أوقات بتكوني عم تحكي مع إنسان بتحسي أنه شو ما قلت أنت ما عم تحكي مع إنسان عم بيحكي من ميلة الوعي هو بروغرام داير فيك تقع دمعه سنة البروغرام بيضله هو ذاته سو الناس بدأت تكون واعية ومحترمة فكرة محترمة فكرة يعني قدام نهتم نحنا أنه ما نأكل قصص بالضرنا بس تركين فكرنا لا مين ما كان يفوت علىه ويشتغل فيه ويعمل ويركب قصص فيه وأنو ويرنات قوير منا نفهمين هو القصص شو بيعملوا بس الشي الحلو بهيدا الموضوع أنا بالنسبة إلي قد ما فيه ناس في معاناة لأنه جسم الإنسان منا مصنوع ليكون بسورفايفل دايما ده هيدا شغلة كتير مهمة لنناس تفهمها نحنا فينا خمسين مليار سل بجسمنا موجودين ليشتغلوا كلهم سوا بتناغم ليساعدونا ننمى نحس بالله بربنا نكون كرياتيف نصنع السعادة نحنا هدفنا نصنع السعادة سوا شو يعني السعادة؟ السعادة لما نكتشف إنه كلنا واحد يش تكتشفها هيك نقراها؟ كيف يعني كلنا واحد اليوم نحنا اليوم إذا نجي نتطلع ما في حدا واحد كلنا صرنا ناس منكره بعض منقذ بعض منسابق بعض منتطلع بطريقة يمكن غيرة من غار من بعض منتطلع معدين السوشيال ميديا اليوم يليه دور كتير مهم ونحنا بنشتغل فيه وأساس بس اليوم إذا نجي منتطلع نحنا كمان صرنا منتطلع على بعضنا بغيرة يمكن بديك تنقليني بدي نقليك شو عم تعملي ليك كيف عيشي ليك هي عايك كيف عايشي كيف يعني نحنا واحد نحنا لبعض إذا نحنا عايشين بالسورفايفول يعني كل واحد عم يدبر راسه هيدا محل كتير بشع الإنسان الله ما خلقوا ليكون هونيك دايما هيدا محل كتير بشع وكتير خطر وهيدا المحل بيوصل لأمراض تعرفي أنه أنا كنت عم بيحكي مع حكيم مبسطت كتير أنه بلشوا الحكم يقولوا أنه السبب الرئيسي للكانسر هو سترس شو يعني سترس؟ يعني أنا بيسورفايفول مود ما فينا نعيش هونيك عطول هلأ كيف بدنا ننقل لهون في الإنسان منه ضحية يعني أنا أنا بحترم الإنسان عنده قوة هائلة بعد ما اكتشفها بس في واجب أنه يباليش يفتش ونحنا هلأ عايشين بوقت كتير وقت حلو عم بيحكي وقت حلو بالكرة الأرضية ليه؟ لأنه صار فيه كتير نولج اكساسبل لكل الناس بيقدروا يتعلموها علم الفيزياء علم النيوروساينس الأطبة السايكولوجست والسايكايترست عابين كتب عن قوة الفكر طيب هيدا الفكر هو ملكك ملكك خدي زمام أمور أفكارك وبتبلشي هون لما تسيطري على الأفكار سيطرتي على كل شي وبتغيري بتبطلي in survival mode لأنه إذا أنت كنتي في survival mode أنت ما عم تفكري you're acting as a robot البرمجة الإنسان كتير هينة والبرمجة الإنسان استعملوها عبر العصور كيف بيعملوا حروب بيبرمجوا الإنسان خلص بيفوت autopilot وبيبلش وبيدور وبيبلش يشتغل على هالأساس بده الإنسان هو يعمل قرار أنا خلقت لكون سعيد وأنا ما بدي يكون بـ survival mode وأنا عندي مسؤوليات تجاه عائلتي واللي بيشتغل معهم إنه ما خلي حدا يفوت in survival mode في طريقة لنعملها نيلة إذا واحد حب يركض بالماراثون ما فيه يوضع الكنابي يأكل بطاطا مقلية شهر بده يعمل قرار إنه أنا بدي يروح اتمرن لبلش أركض الماراثون هاي دي القصة هي إزيتها بده واحد يعمل قرار أنا بدي غير نمط حياتي حتى أقدر بطي لكون in survival mode all the time اعتبر اليوم واحد أنا قررت غير حياتي وبطي لكون in survival mode وكتير أشخاص مثلي كيف الواحد بياخد هالقرار مع هالحياة اللي بتركض والمسؤوليات اللي بتركض والواحد كل يوم بيقول أنا مش عم بلحق بقى وأنا ما بقفية أنا كيف بشوف الدني إجمالا القصص الصعبة اللي بتصير هي بتصير لتدفشك تاخذي هيدا القرار هيدا القوة الإلهية اللي خلقتك عم تطلع فيك وعم بتقول أنا ما كان قصدي أنك أنت تعيشي بهالطريقة أنا موجود هون تذكري أنه في الله موجود أنت منك وحدك هون وإجمالاً كيف العالم تتجه لتقول أنا صرت حاضرة ما بدي يكون بـ للأسف ننطر لنتقلم للأسف العالم اللي ما تكون مبسوطة ومرتاحة ما بدا تغير خلص أنا مبسوطة ومرتاح طلعي بكل العالم اللي اتجهوا هيدا الاتجاه وأنا منهم شو اللي بيدفشك على هيدا الاتجاه القلم العذاب أنا بالنسبة إلي أنا نهلة أنا شو عم بجرّي بأعمل عم بجرّي بقول ليكم أنا تقلمت بس اللي اكتشفته بخليني حس إنه هيدا القلم كان أجمل شي بحياتي بس ما في داعي تتقلموا It's time تبلشوا تفكروا الناس ما بتعطي وقت لنفسه هي إذا بدي إلي كيف بيعملوا بتبلش بإنه في وقت لنفسك في وقت بينك وبين اللي خلقك هيدا الوقت بديك تعمليه بالنسبة إلي أهم شي بحياته الإنسان يعني أنا بعمل أنا هيدا الوقت بنهاري لو شو ما صار ما بضحي فيه بضحي بالأكل بضحي باجتماعات بضحي بضهرات بس هيدا الوقت ما بضحي فيه ليه تخيلي حالك أنت زهرة طب الزهرة بتموت إذا ما حدا نعطاها ماء هيدا الماء اليوم الناس منا منتبه أنه بدى الماء سو حاطين شمسية ما عم يستفيدوا سو أول قرار أنه يفهموا أنه أنا ما لازم يكون in survival mode لأنه مش هيدا الحل لما نعمل هيدا القرار كل شي تاني هين هيني أنا في خبرك شو القصص اللي فيك تعمليها اللي بتدفشك على ميلي تاني الصعوبة تعملي القرار وتلتزمي فيه دايش صعب الواحد يلتزم بالحياة لأنه الالتزام منه شي هين يعني بالحياة كلها فيها التزامات أول شي مثل ما قلت التزام تجاه حاله الواحد يبلش يغير حاله وبعدين تجاه المجتمع وكل شي هو مسؤول عنه أو عنده دور فيه دايش الالتزام شي مهم بالحياة بدي إسألك أنا بيرأيي الالتزام مش الصعب القرار الصعب لمنين عمل القرار مزبوط الالتزام صار كتير هين بدي إستعمل مسأل جدا صخيف ليش منهرب من هالقرار أنه نلتزم نبلش نهتم بحالنا وبأمور حياتنا ونغير حياتنا للأحسن من خوف لأنه في تو اموشنز هني موجودين بالعالم ما في غيرهم كل الاموشنز الباقية هي نازلة بوحدة من هالتناني كاتيجوري أول كاتيجوري هو الخوف والخوف خوف من كل شي خوف من حكمك علي خوف من التجعيد اللي بدو يطلعوا بوجه خوف أنه هيدا الجروب الاجتماعي ما رح يزمني على العشا ليست طويلة عريضة خوف من الحكم بلك حدا نقرر أنه أنا اللي أنا عم بحكيه الشي مش كتير هني بيتقبلوه لم تكوني بالسورفايفول أنت ما عندك إلا هيدا الشعور عم بجرب ربطلك الشعور الثاني هو المحبة الحب لكل شي للشجرة اللي بجنيني لكل العالم لأنا هلأ قطعت وقلت لأ بونجور للشخص اللي عم بينضف الطريق لكل العالم لأنه لمن تاخذ حالك على هيدا المحل الموضوع مش الناس الموضوع أنت اللي بيقدر يحب واللي عنده محبة عم بيحب من شان نفسه ما بيأثر اللي بوجه ومن شان هيك بده يكون فيه مبادئ أنت كل يوم عبكرة اللي من تقومي وتقعد مع نفسك وتعملي إذا بدك الأفكار اللي بتريحك تتأملي ربك تتأملي علاقتك فيه قصص كتير فيك تتأمليها يعني نوع من الميديتيشن ما بحب هالكلمة طيب شو فينا نسميها تعم تواصل مع اللي خلقك أوكي فيك تسميه مثل وابديك للي خلقك هي وقت تواصل مع اللي خلقك ليه ما بحب هالكلمة لأنه كلمة إلى إلى مختلفة لكثير ناس وبعض حتى بيخافوا مننا بيعتبروا شي ما خصوا بالدين وبقال وكذا أنا ما بحب الليبلز كتير وما بحب الجروبيت كتير ما بحب هالي الليبلز بحسونا بيحسرو لمن تقعد وتسمحي لنفسك تتمتعي بهول لحظات كمان بد يكون عندك ثقة نحنا عندنا مشكلة ثقة بلبنان الثقة باللي خلقنا يعني بحس فاصلين شخصن عن الحياة سو أنا بآمن بأله سو أكيد إذا بدي الشي بصلي وبطلب منه بس بتركه وبقوم بكفي حياتي هي مش هاك العلاقة بأله العلاقة بأله وكمان برجع بقول كل إنسان يسمي الشي اللي بآمن فيه مثل ما هو بريد أنا عم بحكي عن هذه العلاقة أنا بالنسبة إلي It is God It is Rabbi It is a two way street يعني أنت بتقعد عم بتسلمي نفسك بس عم توسقي عم توسقي وعم بتكوني حاضرة لتتلقي اللي بتكوني حاضرة لتتلقي رح تعرفي شو بديك تعاملي بهيدا النهار مشكلتنا إنه نحنا مش حاضرين إنه نتلقى لأنه عطول بـ survival mode كل حق كل دعواتنا هي لما نكون عنا مشكلة خلصنا من هالمشكلة مصبوط غري نحنا منرجع منروح نركض إنه يا ربي دخلك ساعدنا يا ربي دخلك وفاهمين العلاقة غلط السقة بتاعنا وهي دي كتير مهمة لأنه أنا ما رأت فيها وكتبتها بكتابي هاي العلاقة مع اللي خلقنا نحنا مفكرين إنه هي أنا شو ما بدي بيعطيني ويا لطيف شو بيصير فيي إذا ما عطاني شو ما بدي مش هاي هي السقة السقة هي إنه أفهم إنه أنا كل شي بيصير معي هدفه يعلمني وبالتالي هدفه مصلحته إذا كان مؤلم ولا مفرح ما بيأثر هاي دي السقة وهي دي بده تدريب بده براكتس بديك كل يوم تقعد معه كل يوم بديك تتواصلي مع ربك لتقوي وبيصير معيك شغلة بتصير تقويكي أكتر لأنه ممكن تقومي وتروحي على شغلك ويصير معيك شي أنت تفكر يا ربي ليش صحيح؟ ربي تدخل بهذا الموضوع وكل ما قوينا هاي العلاقة كل ما منصير نوسق أكتر منصير نرفض نروح على بس يصير معيك شي كتير صعب اليوم بالمرحلة اللي أنت وصلتي له طب شو بتقولي؟ شو بتفكري؟ شو بيجي على راسك؟ أنا مدربة نفسي كتير منيح أنا اللي منشوف شي كتير صعب بعتبر الريورد كتير كبير وبقرر أنه أنا رح أنجح تبهي مش رح أنجح هيدا الشي صعب مثل ما أنت بتشوفيه أنا بعتبر أنه ربي عم يمرقني بشي اختبار معين لأتعلم شي وأنا وعدته I will always do it لو شو ما صار؟ لو شو ما صار؟ وصير معي كتير نيلة صير معي كتير قصص وشي كتير بيزاع علي توفى خي لما توفى خي اللي يرحمه أول هيكي شعور حسيت أنه ما بعرف إذا اللي بقدر علي من الوجع بس هيدا بتاخد الوجع بيصير ذكرة وبيصير فيه نوع من الجراتيتود يعني أنا the fact إنه خيي توفى نقلني من هون لهون بهو الأفكار لأنه لمن توفى حسيت إنه to survive it يعني لأقدر إنه أتخطى هيدا الوجع الحل هو هونيك بإيماني بتواصلي بسببه تعلمت قصص كتير يمكن بالأول ما كنت ناوي إنه يفوت فيها واتعلم فيها لأنه كنت برتاحها وهي القصص اللي تعلمتها ساعدت كتير ناس حوالي فيها سو أنا بتطلع أو قات بقل له إنه أنت مشن هيك رفلات لأنه أنت هدفك أنا أعمل اللي أنا عم بعمله مثل شو تعلمت لأنه أيام الواحد كمان بس واحد يتوفى حدا قريب منه يمكن لأ بصير هو عم بيبعد عن الله عم بيبعد عن الحياة عم بيلوم وعم بيصير معصب أكتر عم بيصير زعلين أكتر وفيه ناس لأ بالعاكس بتتصالح مع الفكرة وبتتقرب أكتر وبتعتبر إنه يلي راحوا صاروا قوة موفودة بحياتهم وبيغيروا حياتهم فعندك نوعين من الأشخاص أو أكتر من نوعين وعندك ناس بيسكروا على الموضوع ما بدون يسمعوا إنه في حدا نتوفي لهم وإنه خلص وفيه ناس بيخافوا من الموت وما بدون لا يشوفوا صورتهم لا يحكوا فيهم ولا يتواجدوا يعني عندك كتير هذا يعني الموت هو حالة كل شخص بتعاطى فيها بطريقة مختلفة صح كيف تعطيت فيها حضرتك اللي عم توص فيه لألك أنا كيف أنا عم بتلقي أنت عم بتقليلي إنه الإنسان اللي بيمروق بهيك experience يابي روح survival يابي روح نمو هيك عم بتقليلي أنا مدربي حالي ما روح survival كيف ما بروح survival أنا عندي وقت مع ربي وهيدا الوقت فيي يكون عم ببكي فيه وفيي يكون عم بقلله كتير شغلي بتوجع وبليز ساعدني إن أتخطاها بس ولا مرة بقلله ليش عملت هيك فيي لأنه أنا بوسق في فرق ما أنك تستنش دي بهالقوة اللي خلقتك لتساعدك تتخطي وكوني أكيدة رح تيجيك المساعدة وبينما أنه كل شي كبير وصعب بيصير بحياتك بتصيري أنت وعم بتشكي هيدا بدا تدريب وأنا إذا بدك كل الانتراكشن مع أي إنسان بحبه ولا بعرفه ولا ما بعرفه أنا بحس أكبر جفت أنا فيه أعطيه أني ساعد بهيدا المحل لأنه عندي كتير وأنه فيه متعة أني كتشوفي إنسان رتاح سألتيني سؤال كتير مهم قبل عن كيف يعني نحنا واحد أي إنسان مساعد حدا أو شايف أو ساهم بأنه يعمل بسمة عوش حدا هيدا الشعور المطعة السعادة ما حدا بقدر يفهمه إلا اللي مارئ فيه طب هيدا برهان كتير كبير إنه سعادة الآخر تعطيك إليك سعادة بس قديش اليوم نحنا قادرين نفكر بساعة الآخرين أو نعطي سعادة للآخرين ساعة اللي نحنا يمكن بوضع مش قادرين نعطي سعادة لحالنا وهلقتع بينين بديك تنقلي من سورفايفول ما فينا نقعد هونيك ونعمل أي شي حلو هونيك هونيك بسورفايفول أنا خايفة شو بدي أعمل لعيش مستعدة إيزل كله أنا ضلني عيشة خوف 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 هونيك ما فيك تعملي شي حل واحد الناس بدأ تعمل قرار تنقل من السورفايفول على محل ما هي لازم تكون شو بيحكي التاني اللي قاعد تاني مال اللي قاعد تاني مال بيقع بكرة وبيتواصل مع ربه وبيحس بسعادة ما بيقدر يوصفها لحدا مش مجربة وبيحس إنه كل شي براته هو تفاصيل لعبة اكسبيريمنت وهو رح يستعمل هاي القوة لجواته لا يعرف يلعب هاي دي اللعبة ويطلع اخر شي عامل سعادة إله ولا غيره بكتابك بتقولي إنه بتطلب من الناس بتو كلوز دير آيس مضبوط and take a second and dream if today I ask you to do so إذا أنا اليوم 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 مطلوب منك انت تسكلي عيونيك على شو شو بتحلم بحلم إنه هولي القصص اللي أنا مجربتها ومقتنعة فيها واللي علمتها لكتير ناس وليقوا سعادة فيها بقدر أعطيها لعداد كبير من السيدات أول شي بلبنان لأنه أنا بلدي وأنا موجودة هون أقدر أعطيهم ياها ومن هالجروب يطلع له شي عشرة بالمية عن جد بدهم ومستعدين يلتزموا إنه يعملوا هيدا التغيير ويعملوا لأنه إذا هيدا الشي صار كل شخص عمل هيدا التغيير رح ينور على ميات حوالي أنا قاعدة قدم شخص بشوف هالقد فيه إيجابية هالقد قوي بس بعرف أنه هالقد اشتغل على حاله شخص خلق مثلي مثلك مثل كل إنسان عنده عذباته مرأة بعذبات وصل تعلم هاجر رجع أم زوجة امرأة مرأة بحب مرأة بديسبشنز يمكن واجهت الحياة تطورتي بشغليك ووصلتي توصلتي لها المسئوليات حتى والمسئولية اللي فيها ما حدا يعني بيقول والله نيالا يمكن كانوا يقولوا واو نيالا إذا بنا نرجع على نهلة خلقت نهلة خبريني من الطفولة توصلنا على هالشخص اللي اليوم صار هيك ربي أرر إنه أنا إذا خلقت بهيدا الانفايرمنت رح أتعلم ورح أنمع ورح حسفي لمبلش هناك ما خلقت أدهك حطني ببيت عندي والدتي أعطتني السلاح لأقدر قاوم كل شي اللي هو الإيمان قصة كتير مهمة هاي وعطتني والدي اللي هو كان شخص كتير بخاف على سمعته على شو رأي مجتمعه أعطاني إياهن اتنين ونصر شو أعطاني أعطاني السلاح وأعطاني الإكسبرينس وقال لي أنا هون هيك بلشت حياتي من أنا والصغيرة كنت حس أنا بحس بي ربي سو من أنا وطفلي بذكر كتير مني حكيف كنت أركض لكون واحدة لغم دعيوني وأتواصل معه كانت طلباتي كتير سخيفة هلأ صارت كتير هلأ صارت كتير أعمق طفولتي كان فيها هيدا إذا بدك فكرة أنه أنا موجودة بحبس لأنه في قصص ما في أعملها وفي قصص سوأنا مجبورة أفكر بطريقة معينة صار في عنا ظروف هجرنا ع كندا ونيك كنت صغيرة كتير بوقت رحنا فيها ع كندا عم بحكيكي بقوائل السبعينات أنا كان كان كندا بعدهم مش معوادين يشوفوا ناس ما بيشبهون هون حكيت عن البوليين صح I experienced بوليين تعرفي بقول أنه الحمدلله قدي مارئ علي قصص لأنه أنا لو ما مارئين علي كي بدي أحكي فيهم كيف معقول إجي يخبر عن البوليين وهيكي ونظر إذا أنا ما مارئ علي بوليين هاي دي المرحلة كانت كتير صعبة يعني بالحياة كنت أكلها قتلة ثلاث مرات بنهار كتير صعبة كانت كان فيه كتير نذليت كتير من التلميذ ما تقبلوا وجودي كشخص لبناني بس بدي أقولك شي كتير مهم لأنه بحب يوصل بكل الإكسبرينس صعبة عندك خيار من ثمين شونيك عبقلك هي حياة كتير بسيطة نحنا منعقدها أي إكسبرينس بتفوتي فيها ما بيأثر قدي صعبة هي تجربة لتعملي قرارك ولما تعملي قرارك بتنتهي إذا أخدت القرار صح في عنديك ما فيه تالت قرار الخوف بروح إلى وبلعب اللعبة وبعلق أو قرار المحبة اللي هو كتير أصعب كتير أصعب بس إنه منشان هيك الريورد طبعه كتير كبير سو أنا بمرحلة البوليينج فور إكزامبل كنت ما كنت أشكي كنت أحكي مع الله ما كنت أشكي كنت دايما أختار قرار المحبة أنا ما بعرف ألعب لعبة السورفايفل ومنشان هيك لما نشوف حدا عم بيشدني علي بقطش وبمشي ما بكره I walk away لأنه أنا كتير بيهتم بالأنرجي طبعي وكتير واعية لموضوع السورفايفل ما بروح لهنيك بعمل جهدي ما خلي اللي بحبون يروحوا لهنيك يعني سو بوليينج قطعناها لما كبرت شوي صارت تينيجر صار في مشكلة تانية إنه والدي شعر بالخوف نحنا نحنا لبنانية من بيئة لبنانية تربيتنا والمحافظة قصة كتير كبيرة لبابا يعني أنا بوقت إنه قيام المحافظة والعائلة والمجتمع إنه بنته بكندا إنه ما فيها تفلط بكندا ما فيها تروح تصير كندية يعني هو اللي كانوا براسه بتعرفي بقول يا ريتني كنت أشعر بألمه بوقتها قد ما أنا هلأ بتفهم ألمه كان كتير قصص مشاعري تغيرت سو بهيدي المرحلة كمان كانت كتير صعبة لأنه أنا كنت صرت تينيجر وكان بدي أظهر وبيدي أصحاب وكان كله ممنوع 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 هاي دي القصة الممنوع دايما بالحياة اللي بيخلق الولد وكله ممنوع وكله نو عشو عمان خليه يوعى ع هالولد دايما أنا بطلع ومني وجر يعني أيام كتير عنا ياها نو 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 ممنوع 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 بيقولوا أنا عشو عشو جاية بها الحياة لأنك أنت خايفاني أنت خايفاني يورين سورفايفول سو بديك تاخدي أولادك عالسورفايفول لحتى يصير عندك الوهم أنه هني بأمان هو وهم هيدا الموضوع سو هوني كانت صعبة شوي كنت كان عندي كلاش أنا ووالدي بس ما كنت خالف رأيه كنت تعذب وإبكي بس ما كنت حدا أني خالف رأيه ما كنت تواجهي كنت دايما عايت لأله دايما 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 عايت لأله يعني بقول الأوقات قدية كان مشغول فيي ما بعرف إذا إذا كان فاضي هالأله بس رجعتوا على لبنان بيقرر بابا أنه خلصت الحرب بلبنان قامت لما فاتت إسرائيل قبل ما فاتت إسرائيل بي كم شهر سو إرجعنا على لبنان هلأرجعنا على لبنان هونيكة قصة تانية لأنه راح علينا الدراسة بلبنان سو أنا بحكي عربي كتير منيح من ورا والدتي حبيبتي شو عططني لما تقعد تفكري بس ما آخر شي راحت علينا المرحلة الدراسية المرحلة العربية يعني وهيك جينا على لبنان أوكي بدنا نروح المدرسة رحنا تسجلنا بسنوية ببليك سكول بالضيعة وأنا شو تسجلت هو في أدبي وفي علمي أنا تسجلت أدبي ستنيلا يعني بيعلمونا بلاغة وانت جي من كندا وأنا ما عف اكتب عربي والدتي اكشلي كان دوام المدرسة من 12 لل7 ستقوم ماما عبكرة وتقعد معي كل الوقت نحنا كنا خمسة ستعملنا مدورة تقعد معنا كل الوقت وعلمتني ونجحت بكالوريا ونجحت فلسفة انشي ددس بس كانت هيني لا ما كانت هيني ما كنت حس يا لطيف انه ليه أنا حياتي هيك اكيد كنت امرق بهولي الافكار الضربة الكتير قوية كانت سو هذا الوقت عشناي بلبنان رجع لاحظ والدي قالوا يرحموا انه لا مش ماشي الحال في حرب بلبنان رجعوا ع كندا زعجتك الحرب ما كنت افهم كنت صغيرة ما كنت افهم شو يعني وكنت بسورفايفول مود انتبهي العالم اللي بسورفايفول مود هني الحرب لهم بتحافز على وجودهم يعني انت روحي هلأ حكي مع كل العالم اللي حاربت من وجهة نظر كل واحد عم بيحمي حاله عم بيحمي أرضه وميحمي أناعاته صح سو اكيد انا ما كان عندي هالعمق الفكري اني بوقتها فكر متل ما انا بفكر هلأ بس اكيد كان في خوف وكان في رعب وكان في هو اللي بده يموتونا وهو اللي بده يؤذونا اكيد كانت موجودة ردنا ع كندا ووالدي كنت هوني أنا صرت حاضرة للحلم الأكبر بحياتي اللي هو الجامعة هيدا كان الحلم الأكبر لأنه لما تكوني عم تربي عم تتربي بطريقة معينة وفي قصص لأ ولأ ولأ بتشوفي الحرية بالعلم لأنه العلم بيخليك تشتغلي بيخليك تنتشي بيعطيك نوع من الاستقلالية سو لما رجعنا ع كندا ضربة عم بجرب بشوف كي بدي وصفها ضربة قوية يعني إذا بدك درس قوي كان إنه والدي مرتح إنه أنا روح عالجامعة كمان سو وكان وضعنا بشكل يعني بدنا نتساعد لنعيش كندا منا هيني يعني ما بتروحي وهو بابا تعذب كتير لأنه هو كان شي مهمة كتير بلبنان راح ع كندا شاهدوا كلها ما بتتعدل سو كان في حاجة للمساعدة كان في حاجة إنه نشتغل لنقدر نعيش كعائلة سو بلشت ما قدرت تروح عالجامعة فول تايم توظفت بس الشي اللي اللي أنا بحسه قوي كان بالنسبة إلي يعني كل بوكس باكله ما بطولي كتير تحت لأنه ضغري بعيتلو لا الله سو طلعت كتير قوية طلعت كتير قوية سو بلشت بالشغل وفورا شهرين زمان رحت بلشت تفتش شو في جامعات بكندا بتعلم بالليل بهذاك الوقت أنا عم بحكي من فترة كتير طويلة ما كان فيه كتير بتذكر لقيت كوليج حتى منا جامعة كتير مهمة ورسمية يعني بيعطوا بيعلموا بزنس بالليل وكنت أنا أقول يا ربي كل شيء إلا إدارة الأعمال لأنه أنا بكره هالمصاري وبكره إدارة الأعمال بكره هالقصص لقيت ما فيه بوجي إلا إدارة أعمال عرفت أنه أنا مطلوب مني أني أتعلم هيدا الشيء سو تسجلت وصرت أدرس بالليل أخدتلي ثماني سنين لأتخرج أول شهادة البيئي وكذا السنة لأعمل الامبيئي لأنه كمان عملتها بالليل والدكتوراه خلصتها من سنتين يعني أنا ما مارئ علي وقت كتير بحياتي ما عم بدرس بشكل رسمي هالدرس كله وصل لك أنه حتى بالشغل اللي أنت بتستلمي دايما بتفوت بس بتفوت باقي كمان عندك مثل رسالة mission أنه بديك تعمل هالترانسفورميشن بإيجابية وعم تعملي وعم تعملي وكيف عم بتعطي دور للنساء رح نحكي بكل هول كمان يعني كيف أنت بتفوت وبتغير بشركة بطريقة جديدة بطريقة تانية يمكن حتى أيين بيفتكروا أنه شو جاي تعمل شو عم تعمل من وين جاي من عشواي بل كأنه جاي من شيء كوكب تاني وكيف كمان عم بتعطي يعني التاني بارت رح نحكي فيه عن الامباورميشن اللي عم تعطيه للامرأة وقدش بتآمن بالامرأة فليش عنديك دايما بتحس مش أنه أنت عم تفوت على شركة أنه هيك بحس إذا بدأت خيل صورتك من أنك فاتي عم تعملي وظيفة ولن أنك جاي عم تعملي مدير من أنك جاي عنديك وظيفة من الساعة 8 إلى الساعة 2 أو 5 أو 6 ولا أنه أنت عنديك هيك أنا مدير ببانك أنا مدير بشركة جاي هيك دايما عندك هالترانسفورميشن بتفوت بتغيريها كليا كيف أي إنسان بيقدر يعيش وهو مقتنع أنه هو وظيفة يعني نحنا هالقد أكبر من هيك في كتير ناس بيعتبروا هيك وهي دي مشكلة من وجهها كتير أنا عنديها أزمة بحياتي أنه بوجهها وبنزعج أنه بيعتبروا وظيفة وجايين وعن شوية من ربح حالنا جميلة وما قلنا جلادة وبدك سعتلي أنا بليقي أنه لأ الشغل هو عن جد هو شغف هو حياة هو أنت عم تتطور أنت عم تعطي مش بس جاية بفهم هيدا النيد والعازة أنه نحنا أكيد بدنا وسيلة معاش نتنعيش بدنا نهتم بعيالنا بدنا نهتم بالبدك بس أنه أنا بليقي أنه إذا أنت بالمحل منك فيه منيك مرتاحة والمحل اللي أنت فيه مش مأمن لك هيدا الراحة تحس حالك يبلونج كمان يعني فيه أزمة بيكملوا بعضهم في موفي اسمه Field of Dreams ما بعرف إذا سامعتي فيها جملة If you build it they will come سو بنرجع شوي للأول إذا أنا مقتنع أنه أنا موجودة على الأرض عندي أنا بدي فتش على حقيقتي ووجودة إلو علاقة بالحقيقة الكلية بكلنا أنا أنا ما بآمن أنه ربي هدفه أنه أنا انقهر على الأرض أبدا أنا البقهر حالي لأنه بلحق الأشياء الغلط سو لما نقرر أنا بدي أشتغل بمؤسسة كيف بنقل المؤسسة أساسا أنا بحب المؤسسة اللي ما بتكون يعني إذا أنا عايشي إذا أنا عايشي إذا أنا عايشي بمؤسسة مثلا بكندا وعندها مصاري والسيستام تبع الدولي بكندا بيدعمها والإيكونومي راكب شو بدي أعمل أنا هونيك شو بدي أعمل بدي روح بيع براداكس أكيد لا أنا بدي برهن شغلة محددة أنا بالنسبة إلي شغفي هو إنه إذا الإنسان بينقل من لإنسان 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 وبواعي شغفو وصلتو باللي خلقو رح يبدع This is what I want to prove أنا هيدا اللي بدي برهن لقدر برهن وين بدي روح بدي روح على مؤسسات بإنفاير منتصايب بمؤسسات مثل مثل لبنان مثلا لبنان لتنجح يعني بقليك أنا شغلة الشغل وإنتي بتعرفي الشغل اللي نحنا بنشتغله بلبنان إذا هو زيته هيدا الجهد بناخده على كندا الريتورن طبعك مليون مرة أكتر من هون سو إذا أنا بدي برهن هالقدرة الإنسانية بنائي انفايرمنت صعب سو أنا ما بفوت على مؤسسة ما فيها مهمة صعبة لأنه أول شي بزهق تاني شي بضيع وقتي وبضيع حياتي خبريني كيف فتع على كل شغل والتجربة يلي عملتيا يلي تعلمتيا توصلت اللي وصلت له اليوم والتغييرات اللي عم تعمليها إلى جانب بعدين نحكي بالأزمة اللي وجهناها بالمصارف بالأزمة للبنان إلى جانب أنت كمان كيف عم تعمل هالإمباورمنت للنساء إن كان بالمصارف أو بغير المصارف فإذا هيدا تجربتك يعني من خلال حياتك واللي مرأت فيه يعني كنا وصلنا على كندا خلصنا جامعة الدكتوراه الشغل نحكي بالشغل وشو اللي تعلمتي منه كيف غيرت حالك سو أول كريتيريا اللي من واحد بده ينقق وين بده يشتغل هيدا قصة كتير مهمة لأنه فيه برمجة براس العالم إنه بتشتغل بشركة كتير كبيرة التايتل والبوزيشن طبعك لازم يكونوا كتير مهمين والمعاش كتير مهم هود ثلاثة كريتيريا اللي كتير عالم بنققوا وين بده يكونوا ع أساسهم للأسف هود ثلاثة يمكن ما يكونوا الثلاثة اللي بيجيبوا السعادة أنا الكريتيريا تبعي مختلفة كلية أنا أول شي بنقق مع مين بدي أشتغل يعني إذا أنا بدي أشتغل معك وانت حدا شايفي حالك بعيدين عنك أكيد روبوت هدفيك تجي تعملي برودويات تبيعيون وبسألك أنا وين النجاح بتقليلي لما نطلع كذا مليون دولار أنا ما فيه أشتغل معك لأنه أنت أساسا ما رح تسمحيلي اشتغل بالطريقة اللي أنا بيشتغل فيها سو أول شي بديك تلقي أنت مع مين بديك تشتغلي لأنه هيدا بيحدد لك إذا أنت رح تقدري تعطي ولا لا وهي كريتيريا كتير مهمة تاني شغلة اللي بنفوت على المؤسسة أول شغلة بعملها بتطلع بالناس بالمؤسسة هل هني بالسورفايفول ولا بالكرييشن مود وهولي اللي هني بميلة النمو وينهم مخبيين عندهم سلطة بالمؤسسة ولا عندهم إجمالا ما بيكون عندهم سلطة ليه لأنه إذا أنا كنت بهيدي المرحلة اللي أنا تركيزي كله على النمو بس أنا بدايرة كل الحوالي كتير صعب أني أنا أقدر أعمل كتير صعب سو أنا هون بتصير أولوية الناس أولوية الناس والناس ما بيأثر منين جيين وشو قديانون وشو لونون كل الناس بيتحدوا على شي واحد اللي هو القلب فيك تفرق قد ما بدك بين العالم بس آخر شي بيجمعون القلب وهيدا شي برهنتوا أنا بالدكتوراه طبعي ضروري الانفيرومنت يكون كتير فيه يعني أنت ما بدك الناس بتشبه بعضا كنا عبشتغل بمؤسسة معينة ودايما المؤسسات بتمروا بمراحل بدون يتركوا القديم تايتجدد و تايتغير و تايتقدم صح يعني خاصة هلأ طلعي كل شي ديجيتل إنه ما فيك تخلي دكتل و أنت طب هيدا النقلة فيها تنعمل بالسلطة وإذا عملتها بالسلطة بعت المؤسسة كلها على مش واحد و اثنين أو فيها تنعمل بالمحبة أنك تمسكي إذن كل العالم وتجريها و أنا بأكد لك بتنجحي على القليل بـ 80% من الناس فالقصة الإنسانية اللعبة الإنسانية هي عجوبة روعة ما في شيء أمتع من أنك تتطلعي بإنسان خايفان وتجي تساعدي تمسكي له إيده وتساعدي لينقل على محل تاني وتشوفي النور وعن بشاع والابتسامة روعة من الروائع سوأنا اللي بفوت عمؤسسة بفتش على هيدا الشيء والساعة اللي بيبطل فيه أعملها بفل ما ببقى لأنه صارت ضيع وقت يعني ميسج كتير للشباب شو بتقولي له أن اليوم؟ رح قل له مثل ما قلت لأبنه ما تستخفوا بنفسكن وتلحقوا معايير البرمجة الاجتماعية وين لازم تكونوا لحقوا الشغف تبعكن وما تروحوا على محل ما بتقدروا تعبروا عنه بتكون تقعدوا بلا شغل ما رح تقعدوا كتير بلا شغل هايدي فترة البلا شغل هي فترة هي فترة خوفكن أول ما أنتو تزيحوا الخوف رح تفتح بوايب كتير كبيرة بوجكن ربيت أولاد كيف ربيت يوم؟ ما في قوانين أنا عندي أنا بكره القوانين بكره القوانين أصلي عم بيحكي رولز البيت هولي الرولز طبعا ممنوع تعمل هيك وممنوع تعمل هيك وإنت لازم تعمل هيك أولادي كتير علموني لمن كانوا صغار كنت يمكن بي ولادي كتير علموني بعتقد نحنا الأهل منعمل غلطة كتير كبيرة منفكر أنه نحنا هون لنحنا نربيهم ونعلمهم هي مش هالحقيقة نحنا هون لنأمنلهم environment يخليهم يشعروا بالسلام الداخلي حتى ينوروا نورهم نقطة عالسطر وهيدا الشي بيتطلب أنه نحنا تديل واذ مخاوفنا بخبرك قصة صارت معي ابني كان كتير صغير أول سنة بروح على المدرسة بيوع عبكرة وبيقرر يلبس كلسات كل وحدة لون كنت أنا بعدني survival mode مبرمجة يعني صو طلعت فيه عمره ثلاث سنين قلت له لا لابس الكلسات الغلط طلع فيه هيك قال لي مين قال ما كنت قدر جاوبه مين قال هلأ يمكن كلامي أنا ما عم بقول أنه لازم نترك لأولاد يعملوا في خطوط حمر بيتأزل ولد فيهم أنا كل اللي عم بقولوا هؤلوا خطوط الحمر وصعون شوي يعني خلوا اللق للقصص اللي كتير كبيرة أنا مع أولادي هيك عملت أنا فيه أوقات كان أولادي بدون يعملوا شغلات أنا برأيي كتير مئزية رح تباعدهم عن نفسهم لا لا لو شو ما صار لا وكانوا يتفهموا لا لأنه ما كان فيه كتير لقات كان فيه هول اللق اللي خطرين بس ما كان فيه لا يعني ما كان فيه لا على قصة صخيفة كتير البارنتينغ قصة كتير كتير كبيرة ودور الأهل كتير أساس أنت فيك تخلي ولادك يمشوا بالأخلاق اللي أنت بديك إياها بس تستعملي أسلوب المحبة بدال الترهيب يعني النتيجة هي زيتها نحنا كلنا بدنا نفس النتيجة أنا عم بيحكي عن الطريقة فيه طريقة بتزد الولد بـ وفيه طريقة بتزد الولد إنه يعملك اللي أنت عم بتجربي تعمليه بس بلا ما تزدتيه بـ بلا ما يكون عم يتعذب وعم يتقلم ربيتيه أنت وزوجك صح يوم زوجك شو قلو دور يعني بحياتي كيف توصفي دور زوجك وإنت كيف كان دورك بحيات زوجك كيف كملتو بعضكن وبعرف قديش أنتو قريبين من بعضكن فيك تخيالي الشجرة قدي بتكون حلوة وواقفة إذا بتنزلي وبتطلعي بالتربة وبتشوفي الجزوع تبعها الجزوع بيقوله قدي هني قوية وكبار ومشرشين بالأرض هني هو الجزوع اللي مخلينا واقفة هيدا زوجي ومش إلي بس لا عيلتي الحياة اللي أنا قطعت فيها كنت بمحلة معين ما كنت مثل ما أنا هلأ أنا هلأ كتير مستوعبة وفهمت الأمور وأنا أكبر وأنضش فكريا أكيد بس هيدا الشي ما بيعني إنه أنا لما كتعب بمروء بالمصاعب كانت هيك سو بمراحلة معينة كان عندي غضب كان عندي حزن كان عندي كل هول المشاعر السلبية بالسورفايفول مود زوجي كان بريج أساسي لإني أنقل من السورفايفول على هيدا المحل بمرحلة معينة حطيت بوست أنا على الفيسبوك أنا بشوف علاقتي بزوجي وما بدي عمم على كل العالم بس أنا لأنا ظاهر نوري هو بيعطيني الأمان ومش بس زوجي الرجال بحياتي بس زوجي أساس ولادي الرجال اللي أنا بشتغل معهم أنا لنور بدي أشعر بهيدا الأمان اللي هني بيعطوني إياه هلأ مش معناته أنا هو أهم مني أو أنا أهم منه هو بلا نوري ما في يعيش وأنا لنور بده يعطيني الأمان سو ما فينا نفصله عن بعضهم أنا بلاي بوقع هو بلاي رح يوقع وفينا نجي نقول ومن امباورمنت ونحكي ونحكي بدي أقلك شي العالم كله هي بتقرر إذا هي ضحية ولا لأ شو الرجل ما في يكون ضحية يعني أنه من الصبي عمره خمس سنين من بلش ندربه أنت بدك تشتغل أنت ممنوع تبكي أنت بدك تعيش عائلة يعني أنا هولي اللي بز ما بحبهم أنا بركز على المرأة ليش بتركز هلأد على المرأة وأنا أنت هلأ كنت عم بتحكي أنه أنا دايما بقول أنه اللي بيلبو مني أنه إجي أحكي عن حقوق المرأة وحقوق المرأة بقول أنه لأ أنه أوكي يمكن بالإقوانين أكيد في صغرات بس اليوم المرأة عندها دورة وعندها قوة ووصلت وعم بتكون مسؤولة ومدرة وعم تنجح ليش أنت كثير بتركزي بأي معنى هالقد عم بتركزي على الإمرأة وشو اللي بديك تواصلي وقت اللي بتكون عم بتركزي أنا بدي نورة يشع أنا ما بيهمني كتير القصص التاني في كتير عالم عم بتشغل على القوانين أكيد بتهمني القوانين برات اختصاصي وفي كتير عالم عم بتشغل على هيدا الموضوع العدالة الإنسانية شغلة كتير مهمة بس أنا بعرف المرأة شو فيها تعمل هلأ انتبهي الرجل كمان فيه يعمل نفس الشي بس وين الفرق المرأة بيخلقتها مدربة إنها تنورتشر شو يعني ما بعرف يعني تعطي تجمع تعطي حب تعطي مدربة الله خلقها عندها هولي القوة كتير ناتيرال إله وطبيعي خلقها بهولي القوة لا تقدر تهتم بعيلتها سو عندها انفلونس كتير كبيرة الرجل أكيد فيه يعمل نفس الشي بس الرجل المجتمع بيقله قوعة تعبر عن عواطفك قوعة تعمل هيك وقوعة تعمل هيك وقوعة تعمل هيك سو أنا لما أعمل بيكون فيه رجال ونساء أحيان أني ساعد المرأة يشاع نورها لأن هي فيها تساعد كل الحواليها وما تنسي المرأة هي بتربي الصبيان والبنات الإنفلونس سبعة كتير كبير كتير كبير مع المرأة في جملة ما بعرف مين بيقول أنه بتعلمي مرأة علمتي نيشن سو إذا أنا هدفي تسبرد بيهمني أعلم الكل بيهمني ساعد الكل بس تبلش بالمرأة لأنه كل المرأة فيها تروح تتعلم بلد هوني أهميتها هوني أهميتها بنفس الوقت المرأة اللي بي بي تساعد مش بس ما فيها تساعد بيها تأزي بنفس الحجم يعني إذا مرأة حيث حالة ضحية هذا شيء كتير خطير على المجتمع لازم نصلحه شو بتعتبره أنت اليوم دور سي او بالحياة شو بتنسحي كل سي او إن كان إمرأة أو رجال وشو النجاح اللي واحد كيف بينجح تيكون عم بيقدر يدير مؤسسة دور السي او هو يفعل النور والقوى الحوالي هيدا دوره هيدا دوره لأنه خاصة بهيدا العصر يعني أي سي او زكي كفاية يكون عنده الأجوة اليوم هي الشطارة إنه الحواليكي كلهم يكونوا سو اكتيفيتد إنه هن الأدماغة تبعهم كلها عم تشتغل كدماغ واحد كله عم بيطلع بالجوابات هيدا دور السي او والسي او لأنه عنده سلطة بيقدر يدور وبيقدر يطفي سو كمان موقع كتير خطر وقت اللي منحكي عن الليدرشيب اليوم كيف منفسر الليدرشيب تعلمي الناس how to ignite their power وتعلميهم by doing it لأنه فيكي أنت فيي أجي هلأ نظر أربع ساعات أنا وياكي بس مش هيدا اللي بيعلق اللي بيعلق أنا كيف عبعيش كيف عبطبق بديك تسمحي للناس يجو كلهم على المؤسسة هاي كتير مهمة بدي أقولك لي اليوم بتتعرفي على حدا بإطار شغل هو شي بتتعرفي عليه مع عائلته هو شي تاني صحو الناس شو بتعمل اليوم براسة في شقفة مني أنا كامل هاي شقفة أنا مع عائلتي وولادي وأصحابي بس أنا لما نروح على المؤسسة تبعي بدي حط الماسك تبعي لأنه هونيك خطرة أنا هونيك بخاف وبالتالي أنا هونيك رايح مسي الدور ورح أعطيهم من الساعة 8 للساعة 5 هذا شي كتير خطرة على المؤسسة وعلى الإنسان لأنه الإنسان بيتعب لمن يعمل هيك ويبطل عم بيستفيد وعم بيخلي قدراته تنمى أنا بالنسبة لي السي او بديك تسمحي يجيب كل نفسه على البيت إذا حزين بده يقدر يجيب حزنه على المؤسسة إذا سعيد بده يقدر يجيب سعادته على المؤسسة هلأ كيف بتعملي هيدا الشيء الكالتشر تبع المؤسسة تبعك بدا تكون بتسمح وبتشجع لهيدا الشيء بدك بدك تنتبهي إنه الناس أولويتك هن الأساس هن إذا تفعلوا بيطلعوا المؤسسة وهن بيموتوا على المؤسسة قديش مهم الواحد يكون عم بيبتكر إشه ويطلع أفكار جديدة ويتحدى بهالظرف هالقد العالم هالقد منفتح تهيقدر يضال في فرق بينه وبينه غير مؤسسات نحن خلقنا لنبتكر ونتعلم خلقنا منش هيدا الشيء سو أنت لمن ما تكوني عم تعملي هيدا الشيء أنت بالوضع المش طبيعي هو هيدا الوضع الطبيعي بس في بروسس لهيدا الموضوع بدي تكون عندك مبادئ معينة لتقدري تقرأ شو عم بيصير معك بالحياة بتصير الاكسبرينس أول شي بتبلش بالمبدأ بتصير الاكسبرينس بديك تفكري تربطيها بالمبدأ هل هيدا المبدأ عن جد اتأكد بهيدا الاكسبرينس ولا أنا تعلمت شي جديد بزيده وبقدم إذا ما تعلمت وجربت وزدت اختراعك على هالتجربة وقدمت ما عملت شي شربة قهوة لا وإذا شربتها حلوة أمر ما بقدر اتخيل لأن ما بشربها حياة حلوة أمر شاي الحياة حلوة شو ما كان طعم الأكل أوقات الأكل المر كتير بيفيد طلعي ما في شي بصححه إلا الأكل المر بننغير الديفينيسيونات اللي مبرمجين حالنا عليها إذا ما صار هيك يعني شي بشع وإذا صار هيك يعني هيدا شي مؤلم ما في شي مؤلم إلا اللي من نحنا نعطيه معنا الألم فينا نعمل شو ما بدنا بالحياة شو بتعملي إذا مثلا بأصعب أيام حياتك بأبشع أيام حياتك بأصعب لحظة بتقدم حالك أنا وعدة الله إنه شو ما قدملي رح خوضه رح خوض هالتجربة بسئة مطلقة إنه إلي مصلحة إني خوضة تعرفي شو أكبر مشكل عندي بدي خبري واللي عبي يسمعوني هلأ إذا التيم طبعا عبي يسمعني رح يضحك كتير أنا لما نشوف وضع كتير صعب تذكري أنا شو هدفي هدفي برهن إنه نور الإنسان بيحل كل شي بسو أوقات بتم رقي بمراحل كتير كتير صعبة أك صعب شغلي علي إنه كيف الناس بدوا يتلقوا إيجابيتي لأنه برها هلأت صعب هاي أصعب شي علي وأوقات بجرب إنه ما كتير خليوني يشوفوني لأنه أنا عطول إيجابية قد ما كانت صعبة هو بتعصبه؟ تعلمت بدل ما عصب أمشي إذا حدا أزيك كتير أو تعنيك أو هيك إنه هاي دي البيك ديسبشن بالحياة شو بتعملي فيه؟ دغري بوعدوا لأله إنه أنا ما رح رد ورح أتعاطى بمحبي كيف توصفه لالناس اللي بيحبوا يقزوا ويكلوا ويحبوا بعضون هني بالسورفايفول حرام ما تخذيها شخصية بدي أقول لك شي ما حدا بيأذيك لأنك أنت هدفه هو عم بيعبر عن ألمه مساق بأنت بوجه بعتلك يا بس أنت حرة تستقبليه ولا لا سو خلينا نحمل مسئولية شو بنخلي يفوت على راسنا وعلى مشاعرنا نحن منقرر أنا في أجي قللي كلمة كتير تجرحك أنت فيك تنجرحي إذا استقبلتها للكلمة وفيك ما تنجرحي لأنك ما تستقبلي على الكلمة نحن إنسان كتير قوي بس عندك قيام ناس بيكونوا إن كنترول بيؤذوا حالهم لدرجة أنه بيصيروا بيصيروا هالقدة كنترول لأنه بيصير حياتهم هالقدة صعبة وصعبة على حواليهم وبيصيروا عم بيؤذوا حالهم وليح ليون ومش هني مش ويعين على هيدا الشي كمان كيف الواحة بدي يكون إن كنترول بس بذات الوقت محرر وقادر يكون مليابل مش عم بتطلع معي بالعربة أنه يقدر يتأقلم ويغير ما هي ما أنت لقلك لقلك السؤال إتسفاري لأي عم بجري بشوف لمن عم بتوصفي عم بتوصفي حدا بسورفايفول لأنا اللي عم بيحكي ما بينعمل هونيك بديك تنقلي معي لهون لمن ما تكوني بسورفايفول للدني مختلفة كليا فيك تقطعي قدام حدا عم بيأذيكي جرى بيأذيكي وما بتشوفي ما بتشوفي حدا عم بيأذيكي العلاقة تبعيك والبرسبشن تبعيك هي هيك منا هيك كل شي بيتغير المشاعر بتتغير كيف تتعاطي معها بتتغير بس ما أنا مني هونيك أنا مني بالسورفايفول سو ما في حل بدنا ننقل من السورفايفول لهيدا المحل وهون منصير نتعلم كيف بدنا نخوض الحياة بهيدا الطريقة عنوان كتابك انتامد ليش نقيت هالعنوان و فسريلي لانو كل حياتي من اول ما اخلقت وال المجتمع المبادئ البروغرامز عم بتجرب تعطيني الشيب ما حدا بيقدر ما حدا بيقدر ما بحشو يعني كلمة تايم النور إذا فيه نور فيك هلأ تجي تحطيه بعلبة طب ليه نحنا عم نسمح لنفسنا نحطه بعلبة ما نحنا كلنا أنوار آخر شي أنوار عم نعيش هيدا الحياة من خلال جسد لازم نهتم فيه لأنه عم نستعمله لنعبر عن هيدا النور ليه نحنا عم نردى نروح على سورفايفول مود ليه منردى ليه منردى نفوت بالبروغرام تخيلي أنت فيه قصص يعني أنا كديك المرة كنت عب تقعب فكر أكيد أنا بحترم كل اللي بيدخنه ما عندي ولا مشكلة بس بدي أستعملها as an example ناس بيشتروا علبة مكتوب عليها أنه هيدا الشي بيقتلك هلأ بديك تشرحيلي أنه اللي بيعمل قرار يشتريها ويدخنها هو هيدا القرار جاية من الوعي ولا من اللاوعي تبعه عبعطيكي مسأل سخيف سو هي بتبلش بدنا نعمل قرار أنه هونيك أحلى هونيك أحلى أول ما نعمل القرار أنه هونيك أحلى رح نبلش نمشي بهيدي الطريق كيف بيخد أول ستاب ستبلش هونيك اللي عم بيسمعوك اليوم بدن ينقلوا لهونيك هيا قبل ما نختم هلا بيقلك أنه أنا عم بعمل لساعد العالم بهذا الموضوع اليوم في كتير في كتير وسائل أنه واحد يتعلم و و و يمشي بهيدي الطريق شغلتين أنا شخصيا عم بعمل لساعد الناس بهذا الموضوع لساعد عملنا لهم تاستين وصار عنا سيكساس ستوريز خاصهم بالأشخاص لأنه هني قرروا هادي من مال مالي التاني هي مالي روحانية ساعة اللي أنت بتقرره وبتقعدي عبكرة وبتتواصل مع ربك رح ياخذك على الطريق رح يفتح لك البواب قدامك رح يعمل لك جايدنس رح يحط لك بدربك الناس اللي بيقدروا يساعدوك يتواصل إن شاء الله كل إنسان يعملها لأنه منصير بعالم أريح وأحسن وإيجابة أكتر كنت عم تحكي بالتكنولوجيا رح ننهي بهالفكرة اللي هي اليوم العالم كله صار فيه AI وخايفين كله والحديث إنه إذا هالروبوت رح يخدوا محلنا والأرتفش الانتليجنس شو رح تيخد محل وشو دورة قداش يمكن حتى رح تستخف الدراسة والقراية للنيو جينيريشن ما بعف أنت شو يعني يعني العالم كله رح ينجبر إنه يفتش على طريقة ينقل لأنه ما بيقدر يبتكر ما في حل محل لشغلات اللي نحنا بنعملها بالميلة الروحية والفكرية طبعنا الـ AI بيعمل القصص اللي أساسا الإنسان ما لازم يكون عب يعملها ولازم نعمل شي لنغير سيستام الدراسة لأنه حرام نعلم الولاد على شغلات الـ AI رح يعملون مش هنه مضبوط سيستام الدراسة لازم يكون يشجع الولاد كيف ما يروح أبدا على ويعلمه كيف يبتكر وكيف يكون إنسان مش روبوت سألت شات جي بيتي يعطينا كم سؤالة لك تنشوف شو وضعه هلأ فيكم في قصص مير قديمة بقولة لأنه محضرتهم قبل بيسأل هل هناك مخاطر تواجه العمليات المصرفية أونلاين وهل الأمن الأمن السايبر يعني سيكوريتي محصن الـ IT نوشن طبع الـ IT هو عب يبرم عب يبرم عب يبرم يعني بيحصنه بيطلع حدا بيعمل خر بيحصنه بيحصنه هني بيسايكل إذا بدك مستمر المؤسسات كلها واش بيتها تظلها تعمل investment بالتكنولوجي وما توقف وعطول لازم يكون في رأسنا عب يطلع شو عم بيصير بالعالم لنقدر نعمل preventive measures مش نصلح بعد الخطر ما الدول إجابة الذي يمكن أن يلعبه زكاء الاصطناعي في الكتاع المصرفي كل العمليات اللي هي robotic يعني أبيض أسود فيها فورميل لازم يعملها AI حرام يعملها إنسان مهمة في شلتفية مهنية مهمة مهنية عم بيسأل مهمة مهنية في شلتفية ما في شي اسمه فشل ما صري ما في شي اسمه فشل في تجارب منتعلم منها الفشل هو نعمل التجربة نحسب القلم وما نتعلم أنا هيدا الشي بعد ما مارق معي هيدا حكينا بالموضوع ما أبرز نصائحك لنجاح مؤسسة والخطوات لتعزيز إنتاجية الموظفين هتموا بالنس ما تخلوهم يصيروا روبوت فعلوهم سمحولهم يجيبوا روحهم فكرهم وصول تبعهم على قلب المؤسسة هلا أنا عندي سؤال تم أقول الناس أنه ما سألتك بس لأنه أنا من جاي كنت أسأل هون كتير لبنان اقتصاديا ميليديا مصرفيا وين رايح باعتقد أي إنسان بيجاوب جواب مطلق على هذا الموضوع أنا عارفيني عليه لأنه اليوم نحن عايشين بطنل كتير أسود في كتير وحسب أي راح تصير من نروح على الاتجاه يعني اليوم ما في فيزيبليتي إنه حدا يجي يقلك وين نحن رايحين وأنا باعتقد أن القصة أكبر منا وهلأ الشطارة إنه نعيش كل يوم بيومه وعننا شي واحد بس نقدمه اسمه compassion ما بعشو compassion بالعربي اليوم ما قادرين نعمل شي إلا نتعاطى مع الناس ومع بعضنا بي compassion لكننا قطعنا هالمرحلة وصار فيه قصص نشوفها لنقدر على أساسها نحلل اليوم عشو على أساس شو بديك تحللي أنا وقتبط على برا وبيسألوني شو وضع لبنان بيفتكروني ما بقى أفهم بالسياسة أو بالإعلام أو بشي بقلهم لأنه ما بقى حنا عنده جواب مش لأنه نحنا لأنه نحنا مش عارفين حالنا عم نعيش يوم بيومه ونطرين كل التطورات ونعرف شو بده يسير للأسف أنه صرنا بهات جنال الأسود إن شاء الله كل واحد كل اللبناني يقشع نور من بعد هالكل اللي عاشوا شو بتقولي لكل واحد راحوا مصريات ومعقول يجاي لإيون أنا فكرة إنه هيك بدأت انتهي ما قادرة شوفها أو اتقبلها ما قادرة بقول لكل الناس إنه يقووا كتير إيمانهم ويتحدوا يتحدوا مصارف ومودعين هنه شي واحد لازم يصير فيه اتحاد حتى كل الأفورتس يصيروا مجيشين باتجاه إنه العالم ما تخسر أكتر من اللي خسرناه ونعيش كل يوم بيومنا لكننا شفنا شو بده يصير بس بدي أقول شغلة كتير مهمة بدي الناس تعرف إنه حسب إحصائيات الجامعات الكبيرة 95% من التيوري الاقتصادية اللي نعملت آخر 100 سنة بالكرة الأرضية ما تنفزت يعني بس 5% من هؤلت تيوري تنفزوا على الأرض ليه لأنه اللي من نجي نعمل تيوري اقتصادية عم نشتغل بس بالأرقام منسى أنه فيه ناس والناس بيقدروا يغيروا الكرة الأرضية كلها كل العالم رايحة صوب التكنولوجيا والكريبتو والإنفستمنتس وواواواواواواواواواواواإنت شو بتقولي لنا عن هالموضوع كله تغيير المالي اللي عم بيصير بالعالم كله أنا مبسوطة بكل التغيير اللي عم بيصير لأنه أنا بالنسبة إلي أي وقت بيصير في تغيير كبير عم نكسر عم نهد طريقة حياة منا سستينبل لأنه لو كانت سستينبل ما كانت نهدت سو أنا كتير عندي عندي تفاقل بالتغيير رغم أني أنا بعرف أنه هيدا التغيير بيوجع بس برجع بقلك حسب إذا أنت بتشوفيه وجع ولا إذا بتشوفيه بداية لتغيير جديد أنا برأيي في قصص بدا تبين بعدها هلأ منا واضحة للناس بس أنا مبسوطة أنه فيه هيدا التغيير لأنه مثل ما كنا عايشين قبل منا شي هيكي ورثي أنه الإنسان يعيشوا رح ناخد صورة قديش نهلة رادية عن حالها وعن نفسها باري ساتسفايد باري ساتسفايد لأقلك ليه مش لأني وصلت لأني طلعت على الطريق اللي رح توصلني وهذا كل شي بديه وكل يوم بتشتغليه على حالك جورني منا بروجيه أنا ببلشته هلأ وبدو يخلص هي فيه استمرارية أنت فيك توقفي أكل هي زيتها نحنا مننسى القصص اللي ما منشوفها وما منحسها ينا قاعدين صار لنا ساعة أنا وياكي وعم نحكي عم نتنفس طب الهوى الأكسجن نحنا ما فينا نحط إيدنا عليه إذا اختفى ستين ثانية أنا وياكي انتهينا بدنا ندرب حالنا نكون واعيين للي ما منحسه بحواسنا الخمسة للي منحسه بقلبنا وبيفكرنا مجبورين ورح يصير فيه كتير قصص لتدفشنا نروح على هي الطريق وهذا شي كتير منيح وحلو أنا بدأت تشكريك ويعني الواحد فيه يعمل عدة حلقات معك تواحد يكون عم بيقدر يساعد الغير أنه يقشع حياته ويتفتح حياته ويغير حياته لأنه بنتيجة كل إنسان بإيده يقدر يغير حياته أو ما يغيره بإيده ويكون هو عم يعمل هذا التغيير الإيجابة بكل حياة بكل إنسان أنا بدأت شكريك للي أنت عم بتعمليه لأليه ولكل الناس اللي عم بيتسمعوا عليك حدا هلقد فيه غنى بتجاربه لأنه كل التجارب الصعبة هي اللي بتعمل هيدا الإنسان سوأنا بتشكريك إلي الشرف وكتير بشكر ربي إن تعرفت عليك بالصدفة لأنه حياتي صارت أحلى شكرا إلى القناة